تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وسط إقبال متزايد من المواطنين والمقمين حيث أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من أخذت تطعيم المضاد للفيروس في مملكة البحرين حتى مساء يوم أمس الأحد قد بلغ 191406 أشخاص وجددت الوزارة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا